بسم الله والحمد لله وأصلي على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باب ما يقوله عند النوم قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض هاكيكا وفا هرنا أموم بيزي ويزمي منه فانشانسي واختلاف الليل والنهار نمبزجو ووقو نمتنع لا آيات والله بغاء عالم زمشة دوشنزة الله سبحانه وتعالى لأولي الألباب هاو أنتوكم أن أولي نزل فكرة رهف الذين يذكرون الله قياما ندونكم أن أمذكر الله سبحانه وتعالى نلما واهمي وقودا أمذكر الله سبحانه وتعالى نلما واكنس وعلى جنوبهم أمذكر الله سبحانه وتعالى نلما وللا ويتفكرون نوفكرها في خلق السماوات والأرض هرما ومبزي ويزمي نشفرشانس وعنه ذيفته وبيذر رضي الله عنهما هاتسي نغانه ذيفة نبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما متمي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه أكام بسقو أن دقود رجيم بخندال قال متمي كرنغو بسمك اللهم أحيا وأمود بسمك اللهم أحيا وأمود يعني احذر الله الله ديني كا يوحي نحف راهو البخاري وعن علي رضي الله عنه ودسي نغان علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما متمي صلى الله عليه وسلم قال قال له ولفاطمته كما متمي صلى الله عليه وسلم أمم بيانا فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه ودسي نغان علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما متمي صلى الله عليه وسلم قال لهم رنغو لهم من بيانا علي رضي الله عنه ولفاطمة تانا من بيانا فاطمة رضي الله عنهما رضي الله عنهما رضي الله عنه أمم بيانا إذا أويتما إلى فراشقما فكبروا 33 الأمر متكبر مارا ثلاث النتر وسبها ثلاثا وثلاثين أمرنقوا سبهان الله مارا ثلاث النتر وحمدا ثلاثا وثلاثين أمرنقوا الحمد لله مارا ثلاث النتر وفي رواية هرمغرانقنا التسبيه أربع وثلاثين يعني تسبيه مرة ثلاثين وفي رواية هرمغرانقنا التكبيه لتكبيه أربع وثلاثين مرة ثلاثين ومتفق عليه وهو النبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى اهدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخلة ازاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه انه يدري ما خلفه عليه ويقوم بتفق五つ ويقوم بتاخل تخيله ويقوم بتخيله ويقوم بتخيله ثم يقول بسمك ربي وضعت جنبي وبيك رفعته إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فعفضها بما تعفض به عبادك الصالحين وإن أرسلتها فعفضها فعفضها بما تعفض به عبادك الصالحين إفاذه ونقمده إفاذه ورمواصله ومتفق عليه وأن عائشة رضي الله عنها أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مذجعه أكمبه أهمان للا نفث في يديه أكفوزي هرنا مهنيه وقرأ أهل المعاوذات أصموه أصموه قل أعوذر رب الفلاقي قل أعوذر رب الناس نقول الله أهل بو المعاوذات الزن يقول الله أهل بو وقرأ بالمعاوذات أصموه قل أعوذر رب الفلاقي نقول أعوذر رب الناس ومسى بهما أسيحي بزنتوزو يعني هاي سورة يسمحي هاي سورة بزنتوزو أسهي جسده أم الواه متفق عليه وفي رواة لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمكيا إذا أوى إلى فراشه ستقو أن ديارما يقدر له كل ليلة كله كو جمع كفي أكو جمد سماء بباق ديارما رسمي دوالي ثم نفث فيهما أكشأف ديارماي فقرأ فيهما أصموه الرماي وقل هو الله أهد وقل أعوذر رب الفلاقي وقل أعوذر رب الناس ثم مسى به يبدأ بهما أكشأ السهي وما أقبل من جسده نحبه اليوم بالهون يفعل ذلك ثلاث مرات متفق عليه وعن البرائب رضي الله عنه وعن البرائب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتمي صلى الله عليه وسلم ورنغوه إذا أتيت موضعك سقو وجليمك للي وجوهه فتوازع وضوءك ووضوه للصلاة مورو وضوء صلى ثم امتمي صلى الله عليه وسلم وقل نبيك الذي أرسلت ونسومي الدواء فإن ميت ميت على الفطر لكوف مروف فطر عن هرمي الدين في اسلام وجعلهن وجعلهن آخرا ما تقول المليهن وحيش يرنغوه متفق عليه وعن أن صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إذا فرشه تسل الله وعلى التعالي المليك ودر الله قال المتما كرنغوه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافيا له ولا مؤوية ولا مؤوية رواه البخاري مسؤول الله وسلم وعنه ذي فترضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متفق إذا أراد أن يرق دستق أبنز بالله وضع يده اليمنى أقو انجي منقمه تات خده عرم السوله ثم يقول اللهم أقيني عذابك يوم تبعث عبادك روء الترمذ وقال حديث حسن وابتبع وابتبر وسلم زيب شاء الله تعالى واجزاكم الله خير وبرك الله فيكم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوغ إليك ترجمة نانسي قنقر